من الكتب المعاصرة التي اجتملت على كثير من المستخرجات الجفرية النادرة والنادرة جدا انه كتاب مفاجأة كتاب معاصر هذا الكتاب بحسب آخر صفحة فيه هكذا يقول مؤلفه صفحة ستمية وثلاث تم بحمد الله تعالى الانتهاء منه في أول ربيع الأول سنة 1422 هجري قمري وتم الفراغ من مراجعته في 11 أغسطس 11 ثمانية سنة 2001 بالضبط قبل حادث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر واحد الحادث الحادث الذي وقع في مركز التجارة العالمي في 11 9 2001 وتم الفراغ من مراجعته في 11 8 2001 قبل الحادثة الشهيرة بشهر واحد فهذا هو تأريخ تأليفه وتأريخ مراجعته وتصحيحه 11 8 2001 كتاب معاصر كتاب المفاجأة للمفكر المصري الموسوعي محمد عيسى داوت يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية فهناك الكثير من اللقاءات والأحاديث لمؤلف هذا الكتاب في أجواء موضوع هذا الكتاب فيما يرتبط بأحداث آخر الزمان وبشكل خاص ما يرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب المفاجأة يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية النادرة التي ينفرد بها هذا الكتاب وسبب أن المؤلف استطاع أن يصل إلى كتاب مخطوط يشتمل ما يشتمل من مستخرجات جفرية كثيرة هو لم يشر إلى الشخص الذي يملك هذا الكتاب ولم يشر إلى البلد الذي يتواجد فيه هذا الكتاب لكنه لكنه تحدث عن أنه سافر إلى بلد بعيد عن بلده عن مصر واستطاع أن يصل إلى شخص مدحه كثيرا وذكر أول حرفين من اسمه جاء هذا في ترجمة نانسي قنقر في صفحة 473 قال أكتفي بالحرفين الأولين من اسمه ميم نون إلى آخر ما قاله المؤلف في كتابه أتحدث عن مؤلف الكتاب محمد عيسى داود فهو كما بيّن في طوايا كتابه قد سافر إلى بلد بعيد واستطاع أن يتواصل مع شخص كريم كما وصفه وذكر أول حرفين من اسمه في صفحة 473 ومن أنه سمح له أن ينقل من ذلك الكتاب المخطوط الذي يشتمل على هذه المستخرجات الجفرية في الكتاب الكلام ليس عن مستخرجات جفرية الكلام عن كتاب عنوانه الجفر وما فيه جاء من قولا عن أمير المؤمنين هذا ما يتبناه الكتاب علي عاشور في كتابه ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم ما نقله من نصوص عن أمير المؤمنين عن آخر الزمان نقل كل النصوص من كتاب المفاجأة فنقل النصوص علي عاشور في كتابه هذا وكأن أمير المؤمنين هو الذي قال هذا الكلام وكذا في كتاب المفاجأة أيضا هذا الكلام موجود من أن الأمير هو الذي قال هذا الكلام كلام أمير المؤمنين موجود عندنا في كتبنا في مكتبة العترة الطاهرة له دباجته الخاصة به وله وله لحنه ومعارضه ومعارضه إنني أتحدث هنا في أجواء ثقافة العترة الطاهرة لحن 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 الإمام ليس موجودا في هذه المستخرجات نعم نعم يوجد في هذه المستخرجات بعض بعض نصوص من كلامه فهل بعض النصوص هذا استخرجه المستخرج جفريا وهذا يمكن ما هو بعسير استخرجه المستخرج الجفري بنفسه أم أنه أدخله ضمن المستخرجات فإننا إذا ما دققنا النظر في هذه المستخرجات بعضها ملامح اللحن العلوي واضحة في تلك المستخرجات والبعض منها بعيد جدا عن لحن قوله صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أشكك في مؤلف الكتاب مؤلف الكتاب نقل النصوص كما وجدها في مصدرها هذه قناعة هذه مستخرجات جفرية ما هي بنصوص مباشرة أخذت عن أمير المؤمنين أو أن أمير المؤمنين هو الذي كتبها أو أملاها هذه مستخرجات جفرية استخرجت من الجداول الجفرية وفقا لقواعد التكسير الجفري إذا كانت الجداول سليمة وكانت القواعد صحيحة وكان الممارس للعمل الجفري على خبرة عالية بإمكانه أن يستخرج النصوص كما هي هذا ممكن لكنه يحتاج إلى وقت طويل جدا أنا لا أريد أن أتشعب في الكلام بهذا الخصوص لكن ني أقول هذا الكتاب هو أفضل كتاب رأيته ناقلا لنصوص المستخرجات الجفرية أنا أتحدث عن نصوص المستخرجات الجفرية الكتاب يشتمل على الكثير من المطالب أنا أتحدث هنا عن المستخرجات الجفرية قد أتفق مع المؤلف وقد أختلف في فهمه وتحليله للأمور هذا أمر خارج عن البحث تلك قضية طبيعية لكن ني لا أناقش المؤلف هنا أنا أتحدث عن المستخرجات الجفرية التي أوردها في هذا الكتاب في الحقيقة كتاب مميز جدا لابد أن تعلموا من أن الذين يتحدثون عن الجفر العلوي من المنجمين والمنجمات من الفوالين والفوالات من قارئ الأبراج والقارئات يتمشدقون يتحدثون عن الجفر العلوي إنهم ينقلون من هذا الكتاب دون أن يشيروا إليه يتحدثون عن الجفر العلوي وفي كثير من الأحيان يخطئون في الفهم أو ينقلون المعلومة بشكل غير صحيح هذا ما شاهدته وتابعته ورأيته على ألسنة الذين يقال عنهم منجمون منجمات فوالون فوالات قارئون للبخت قارئات قارئون للأبراج قارئات الفضائيات تمتلئ بهم وعلى الشبكة العنكبوتية هم وهن أكثر صدقوني ينقلون عن هذا الكتاب ويخطئون في الناقل ويخطئون في الشرح كل الذين يحدثونكم عن الجفر العلوي إنهم ينقلون عن كتاب المفاجأ فهذا الكتاب يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية التي ترتبط بزماننا المعاصر أقرأ لكم أمثلة مما جاء في هذه المستخرجات الجفرية مثلا هناك كلام كثير نقله المؤلف عن الكتاب المخطوط الكبير الذي يشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية فيما يرتبط بحركة إمام زماننا كلام كثير أقرأ لكم بعض الجمل بعض العبائر على سبيل المثال صفحة 510 وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس لها نور في الظلام كالقمر والنجوم هذه هذه مستخرجات جفرية وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس لها نور في الظلام كالقمر والنجوم ويهد الله بلاد الأمريك هدا وخسفا تأكل الأرض في جوفها والطوفان في أمواهها بلادا وشعوبا الجديد الجديد اسم كثير عندهم الجديد كلمة نيو التي تكون سابقة لأسماء المدن والقرى والأحياء وهذا معروف باعتبار باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بلاد جديدة فأخذوا يطلقون على المدن أسماء من بلدانهم التي جاءوا منها ويجعلون كلمة نيو قبلها مثل مدينة يورك البريطانية فجعلوا قبلها نيو نيو يورك يورك الجديدة سابقا كانت تسمى نيو أمستردام حينما كان الهولنديون يسيطرون على تلك البلاد هذا كثير عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية بلادا وشعوبا الجديد اسم كثير عندهم ويبقى منهم جديد وجديد وجدد برغم ما سيكون هناك من هد وخسف بلاد كبيرة واسعة ويبقى منهم جديد وجديد وجدد عبرة لمن يصنع الكذب والذهب ما هو هذا واقع زماننا إنها صناعة الكذب والذهب حضارة الإنسان بالتعاون مع الشيطان إنها الحضارة التي تحكم العالم في كل مكان هذا الأمر ليس خاصا بالأمريكان الكرة الأرضية تحكم بحضارة يشترك في صناعتها الإنسان والشيطان أعيد قراءة النص عليكم مرة أخرى وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس لها نور في الظلام كالقمر والنجوم ويهد الله بلاد الأمريك هدا وخسفا تأكل الأرض في جوفها تأكل الأرض في جوفها إنها الزلازل والبراكين والطوفان في أمواهها بلادا وشعوبا الجديد اسم كثير عندهم ويبقى منهم جديد وجديد وجدد عبرة لمن يصنع الكذب والذهب المستخرجات طويلة وأنا لا أجد وقتا لقراءتها بالكامل إنها أمثلة نماذج مما جاء مذكورا في هذا الكتاب إن لم يكن هذا الكتاب متوفرا لديكم فكتاب علي عاشور ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم قد نقل هذه المستخرجات في هذا الكتاب في صفحة 511 أيضا سأقرأ بعضا من هذه المستخرجات الجفرية ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجوت اسمها حروف قبيلة كندا المستخرج يتحدث عن دولة كندا ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجوت اسمها حروف قبيلة كندا قد تقرأ كندا وقد تقرأ كندا اسمها حروف قبيلة كندا فيها كنوز عظيمة في بلاد كندا فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بلاد الأمريك أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك الاتحاد الفيدرالي هذا هو المراد الولايات أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك في كل اتجاه تذهب بعدما يحاربون المهدي في مجدون في مجدون هل المراد مجدون التي في فلسطين أم في مكان آخر هناك منطقة في فلسطين تسمى بتال مجيد اليهود يقولون عنها مجدون وما جاء من وصف في الرؤية في رؤية يوحن من حرب عظيمة تعرف في الثقافة الدينية هرمجدون هل المراد هو هذا هناك شيء آخر الاحتمالات قائمة بعدما يحاربون المهدية في مجدون ولا يذهب عنهم الروع الخوف الا بعد الفتح من رجال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعيد قراءة هذه السطور ويسبق منادي السماء بالمهدي قوم من مصر وبيت المقدس يرفعون منارة في أرض واسعة الخير كأنها النهر في الجود اسمها حروف قبيلة كندة وقد تقرأ كندة فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بلاد الأمريك بلاد غنية أرضها مقطعة مثل قواطع بلاد الأمريك في كل اتجاه تذهب بعدما يحاربون المهدية في مجدون ولا يذهب عنهم الروع إلا بعد الفتح من رجال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أذهب بكم إلى صفحة ستمية واحد المؤلف يقول وفي جفري سيدنا علي مثل ما قرأت عليكم سابقا قبل قليل من سطور من مستخرجات جفرية مثل ما ينقل المؤلف عن ذلك الكتاب المخطوط الذي يقول عنه من أنه جفر علي فهكذا يقول صفحة ستمية واحد وفي جفري سيدنا علي وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة اسمها صارخ ويهددون أعداء الله بمعادن كثيرة أخلاطاً مثل الدائرة وأشكال كثيرة سهام سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء ولا يترك حياً إلا أكله كالحممة يتركه الحممة الفحمة السوداء الحممة يقولون عنها إنها الفحمة الباردة لأن الفحمة الحارة ستكون جمرة حمراء الحممة هي الفحمة الباردة السوداء ولا يترك حياً إلا أكله كالحممة يتركه يغدو رماداً تذروه الرياح إن لم تدفنوه إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات أعيد قراءتها وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة اسمها صارخ يشير إلى الصاروخ إلى الصواريخ ويهددون أعداء الله بمعادن كثيرة أخلاطاً مثل الدائرة وأشكال كثيرة سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء ولا يترك حياً إلا أكله كالحممة يتركه يغدو رماداً تدروه الرياح إن لم تدفنوه الحممة هي الفحمة الباردة السوداء وقد تطلق على الشيء المحترق إذا احترق جسم إنسان جسم حيوان وصار مسوداً كالفحمة يقال له حممة هذا كان في صفحة ستمية واحد وأقرأ عليكم مما جاء في صفحة ستمية وتسعة وعشرين لكنني سأذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود كي أقرأ عليكم من هذه المستخرجات الجفرية عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه صفحة 629 من كتاب المفاجأة ما جاء في المستخرجات الجفرية التي نقلها المؤلف فتنحدر رؤوس أقوام للمهدي من كل بلاد الروم فتنحدر رؤوس أقوام للمهدي من كل بلاد الروم ويقرأ عليهم ويقرأ عليهم كلام وحي الله إلى عيسى عليه السلام من صحائفة خبيئة خزانة يهدي الله مهديه إليها دون هادي من الإنس أو الجن فتكون ليلة الإسلام والإيمان تروي خبرها كل بلاد الله في الأرض يرون المهدي وجداله بالحسن أهل الكتاب في ساعة واحدة فيدخل ألوف ألوف ملايين فيدخل ألوف ألوف في دين الله أفواج ولا يبقى على الناقوس على الديانة المسيحية القديمة ولا يبقى على الناقوس إلا من كبس عليه الكابوس يشرب الله حبه حب المهدي يشرب الله حبه القلوب فلولا الصلاة ما وقف عن خطاب الناس حتى وراء الجبال والبحار يراهم ويرونه كأنه لا مانع بينهم ويتوجه إلى الآفاق لا يتجبر جبار على قوم إلا هلك على يديه ولا تكون مدينة وطأها ورب محمد صلى الله عليه وسلم عبده ذو القرنين إلا وطأها المهدي بعز عزيز وذل ذليل فهناك من يعز وهناك من يذل أين معز الأولياء ومذل الأعداء كما نقرأ في دعاء الندبة الشريف ويشفي الله عز وجل قلوب أهل الإسلام فيتعلمون من أسرار القرآن وأنوار الحروف ما يبني مدنا من علوم لا تعلمونها كان يظن أهل أوروب الإشارة إلى أوروبا كان يظن أهل أوروب أن فيهم العلم فيندمون على ما فاتهم ويسجدون لله عز وجل بالتوبة عما حاربوا المهدي عليه فمنعوا أولادهم نور الحق زمن ويبعث المهدي إلى أمرائه بسائر الأمصار والبلاد بالقرآن وخلق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالعدل بين الناس من آمن منهم ومن كفر ما سالم وعاهد حتى ترعى الشات والذئب في مكان واحد فورب محمد صلى الله عليه وسلم إنني أقرأ نصوصا مستخرجات كما هي فورب محمد صلى الله عليه وسلم إن الصبي ليلعب بالحية والعقرب لا تضرهم بشيء ويذهب الشر ويبقى الخير ويزرع الإنسان مدا ما يقرب من ثلاثة أرباع الكيلوغرام ويزرع الإنسان مدا فيخرج الله له سبعة أمدات إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات هناك مستخرج نقله عن جفر إمامنا الصادق وفي الأجواء الصوفية السنية فإنهم يقولون من أن جفر إمامنا الصادق هو هو جفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل لكنني سأقرأ عليكم ما نقله الأستاذ محمد عيسى داود في كتابه المفاجأ في صفحة ميتين وسبعة واربعين ومما جاء في جفر مولانا جعفر الصادق رضي الله عنه من مقدمات وإرهاصات اقتراب عهد المهدي عليه السلام أقرأ ما جاء هنا في هذه الصفحة مثل ما كتبه المؤلف في كتابه لا يخرج المهدي على ما يشاء الله وهو فعال لما يشاء لا يخرج المهدي على ما يشاء الله وهو فعال لما يشاء إلا إذا ملك قبيلتان من آل قارون بأيديهم كنوز خزائنها تنوء بالعصبة أولي القوة كلها ذهب ثقيل المتاعب غزير المطالب يأتيه كما قال أمير المؤمنين علي أهل المشارق وأهل المغارب هنا يتحدث عن الحكم في السعودية وعن الحكم في الكويت هذا هو الذي يتحدث عنه هنا لا يخرج المهدي على ما يشاء الله وهو فعال لما يشاء إلا إذا ملك قبيلتان من آل قارون بأيديهم كنوس خزائنها تنوء بالعصبة وللقوة كلها ذهب ثقيل المتاعب غزير المطالب الحديث عن النفط عن الذهب الأسود يأتيه كما قال أمير المؤمنين عليه أهل المشارق وأهل المغارب والقبيلتان والمقبلون المقبلون إلى بلادهم يقتسمانه ما بين سالب وناهب ولا يناله الغائب يقوم عليه شرار خلق الله فمن ناطحهم مفاتيحه واجهوه بمقالة أخيهم قارون إنما أوتيته على علم عندي فمنهم آل قارون ومنهم أخوة قارون وكلهم لهذا منكرون وكل الملوك في هذا الكنز طامعون حتى مارق اليهود وتاج رؤوسهم الملعون ولا يقوم المهدي إلا بمطمع وفتن كالليل المظلم يظلم ليل آل حاصب يشير إلى حكام الكويت هنا يظلم ليل آل حاصب حتى يغدو لا صبح لهم ويختلف آل دوسع يشير إلى حكام السعودية فيما بينهم فيقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساه الله فيزول بغتة عنهم ويتشتت أمرهم فلا سعود لهم إذا دخل الأنكيس إذا دخل الأنكيس يبدو أن الكلمة قد صحفت ويخرج فارس آل سفيان بالأكاذيب إنه سفياني الشام وترتفع راية اليماني مسارعة وراءه عما قريب وهي راية هدى تدعو للحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر ما جاء في هذه المستخرجات كل المستخرجات الجفرية التي وردت في هذا الكتاب ترتبط ترتبط في زماننا وعصرنا وأيامنا هذه هذا مصداق من مصاديق المستخرجات الجفرية في كتاب معاصر في أيامنا هذه نذهب إلى فاصل